وينضم إلينا الآن مباشرة من عمان الخبير العسكري الدكتور واصف عريقات مساء الخير دكتور واصف أهلا بك في النشرة الرئيسة عبر رؤيا مساء النور تحياتي يعني دكتور اليوم أربعة شهداء وترتفع حصيلة العدوان منذ مطلع العام الحالي إلى 108 شهداء وعدد من هؤلاء الشهداء وعدد كبير أيضا هم شهداء عمليات اغتيال لمقاومين سؤالي لك دكتور كيف تفسر لجوء الاحتلال اليوم إلى تفعيل وحدة المستعربين مجددا في تصفية المقاومين يعني بالتأكيد هم مجرمين ويعتمدون على القتل المجرمين كما جاء في تقريركم عن وحدات الموت هذه التي أنشئت من أجل المقاومة وقتل الفلسطينيين وطبعا هذه الوحدة تعتاد الشعب الفلسطيني عليها اليوم مثلا هذه الوحدات تنكرت بلباس نساء وقبلها تنكرت بلباس تجار وسيارات توزيع ألبان فبالتالي هذا ديدنهم هم لصوص سرقوا الأرض ويتفننون بقتل الشعب الفلسطيني وبهذه العدامات الميدانية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والاستخبارية والجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من ثلاثمائة جندي شاركوا في هذه العملية منهم من تنكر بلباس النساء ومنهم من تنكر بلباس ألبسة أخرى وطبعا هناك القناصة الذين يعتلون الأبنية العالية أيضا يتنكرون بلبسة مختلفة وبأشكال المستعربين التي يعتبرونها جزء من الفلكلور الفلسطيني واللباس الفلسطيني المعتاد حتى ينفذوا عملياتهم بكل غدر وبكل خيانة نعم دكتور إلى أي حد ستساهم مثل هذه الاغتيالات وهذه الطرق التي يتبعها الاحتلال في إخماد جذوة المقاومة وإطفاء فتيل المقاومة لدى المقاومين يعني بالتأكيد كما قالت الفتاة في تقريركم أنه مثل هذه العمليات تصعد وتحفز جيل الشباب سواء كان من الشباب أو من الفتيات يصعد المقاومة هي تحفز المقاومين الجنزات تحفز المقاومين العزاء يحفز المقاومين هذه مناظر الجرائم التي تركبها إسرائيل وكما قال قبل قليل بالتقرير هذه الفتاة التي كانت ملقاة على الأرض برواية إسرائيلية رواية من طرف واحد بأنها قامت بعملية طعن أو محاولة طعن فبالتالي لديهم مطلق الصلاحية بالإعدامات الميدانية فبالتالي إذا لم يعجبوه شكلك أخت خلاص هو يستطيع أن يطلق النار عليك تحت أي ذريعة فبالتالي أنا بتقديري مثل هذه العمليات لن توقف المقاومة ولن توقف الشعب الفلسطيني في صموده ولن تثنيه عن إرادة التصدي قلت أن عدد الشهداء اليوم ارتفع إلى 108 ونقول أن هناك 16 ألف شهيد منذ العام 1948 ارتقوا من الشعب الفلسطيني ومع ذلك الشعب الفلسطيني معطاء وكلما ارتقى شهيد يتنادى العشرات بل المئات بل الآلاف ليستمروا على نفس الطريقة نعم دكتور إذا ما نظرنا إلى سلوك الاحتلال منذ تولي بن غفير في حكومة نتنياهو المتطرفة وتصاعد اليمين المتطرف نجد أن هذه الحكومة أكثر وحشية من الحكومات السابقة سؤالي لك كيف تقرأ رد الفصائل الفلسطينية في إسناد مجموعات المقاومة الجديدة كعرين الأسود مثلا يعني بالتأكيد ما يقلق إسرائيل هو أولا المقاومة الفلسطينية من جيل الشباب إضافة إلى وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة الساحات الفلسطينية يعني حتى بن غفير اختلف مع نتنياهو ولم يحضر جلسة الحكومة لأنه لم يرقى رد نتنياهو على الفلسطينيين كما يجب أو كما يريد بن غفير بن غفير يعتبر أن نتنياهو أخفق في مواجهة المقاومة الفلسطينية والمقاومين الفلسطينيين فبالتالي الآن هناك مزاد هناك منافسة شديدة ما بين نتنياهو وبين بن غفير واسموترش دكتور لماذا أتى نتنياهو بن غفير في حكومته الجديدة كان بإمكانه أن لا يأتي بن غفير يعني ما التفسير صحيح صحيح هو يعلم بأنه متطرف صحيح لأنه هو يريد أن ينقذ نفسه فبالتالي لم يجد أفضل بن غفير الأشد تطرفا من أن يكون حليفا له لأنه في هذه المرحلة هو يريد أن يحمي رأسه يحمي نفسه من السجن فبالتالي لم يتمكن من تشكيل حكومة إلا من أمثال بن غفير واسموترش اليوم بني غاز قال له أنت لا تصلح للحكومة أنت غير قادر على إنشاء حكومة أو إدارة حكومة فبالتالي فشل نتنياهو وطبعا تطرف بن غفير يحاولان الأثنان أن يعني يكسب مزيدا من الأصوات الانتخابية على حساب الدم الفلسطيني ولكن أنا أقول من خلالكم لنتنياهو وابن غفير واسموترش أن الشعب الفلسطيني لن تثنيه كل هذه الممارسات كل هذه الجرائم مهما بلغت من قدر وسيبقى صامدا شكرا جزيلا لك أهل خبير العسكري دكتور واصف عريقات شكرا جزيلا لك